Bonjour les super étudiants يا أهلاً وسهلاً فيكم اليوم بإذن الله رح نبدأ الجزء الثاني من الصفات في الجزء الأول أخذنا خمس حالات لتحويل الصفات أو الأسماء من المذكر إلى المؤنث اليوم بإذن الله كمان رح ناخد خمس حالات تانين طيب نبدأ في أول حالة إذا الكلمة انتهت بالأل فإحنا إيش رح نسوي دي الحالة أخذناها أخذناها في الفيديو السابق إذن اليوم رح نبدأ من دي الحالة الحالة دي إيش تقول إنه لو الكلمة الإسم أو الصفة انتهت بالأل أغ فإحنا إيش رح نسوي؟ كيف رح نحولها لمؤنث؟ رح نحولها لمؤنث عن طريق إنه إحنا رح نشيل الأل أغ ونحط مكانها أو أكسون تغغاف أغ أو أو أكسون تغغاف أغ أو تمام؟ طيب عندنا مثلا أول كلمة أن كويزيني كويزيني يعني طبخ فإحنا لما نيجي نحولها إلى مؤنث قلنا رح نحول أول شيء الأدع الآن رح تصير إن إن بعد انتهت بالأل أغ إيش رح أسوي؟ رح أشيل الأل أغ وأحط مكانها أكسون تغغاف أغ أو أوكي رح تصير إن كويزيني إذن هنا في المذكر كان نطقها إن كويزيني لكن في المؤنث صارت إن كويزيني ومعناها زي ما قلنا طبخ طيب ثاني كلمة عندنا أو كيس كيس اللي هو المحاسب أو أمين الصندوق آم انتهى كمان بالأو أغ حنشيلها ونحط مكانها دولة الثلاث حروف وحتصير إن كيسياغ كيسياغ ثاني ثالث كلمة عندنا آ أوفغيه آ أوفغيه أوفغيه يعني عامل لما تتحول لمؤنث راح تصير إن أوفغيه إن أوفغيه طيب آم ورابع كلمة آم بولانجه بولانجه البولانجه اللي هو الخباز حلما تصير خبازة مؤنث راح تصير إن بولانجه 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 أم بساجه أم بساجه يعني راكب ونتهى كمان بالأو أغ فإحنا راح نشيل للأو أغ عشان نحولها لمؤنث ونحط مكانها ثلاث حروف وتصير اللي هو الجزار راح تصير طيب قلنا اللي بالاخطر دائما عبارة عن صفات فهنا عندي شاغ معناها عزيزي إذا صارت عزيزتي فرح تصير شاغ نفس النطق ولكن الاختلاف في الكتابة انتهت هنا بالأو أغ أما هنا رح تصير طيب عندي كمان يعني الأول زي بالإنجليش عشان أحولها المؤنثة رح تصير إذا دي أول حالة في درس اليوم طيب تاني حالة عندنا لو انتهت الكلمة بي لو انتهت الكلمة بي ايش رح سوي رح أشيل الاو اكس وأحط مكانها U-S-U رح أحط مكان هادولة الثلاث حروف طيب ناخد المثلة أول واحد أنا موغو أنا موغو انتهت بي ايش سويت شلت ال-U-X وحطت مكانها U-S-U أموغوز أموغو أموغوز غوليجيو غوليجيو حتصير إن غوليجيوز إن غوليجيوز هنا كوريو كوريو حتصير كوريوز كوريوز اللي هو فضولي جالو جالو مغرور حتصير هنا إن جالوز جالوز جالو جالوز أغو سعيد أغو حتصير أغوز أغوز ما لغو ما لغو حتصير ما لغوز ما لغوز ما لغوز سعيد جالو جالو كريم حتصير جالوز جالوز كريمة كوريجيو كوريجيو شجاع حتصير كوريجيوز كوريجيوز كل ها الـ او اكس شلناها وحطينا مكانها الثلاث حروف دي سيغيو سيغيو اللي هو جدي رح تصير سيغيوز سيغيوز جدي تمام إذن ثاني حالة عندنا لو انتهى ب الـ اكس رح أشيله وأحط مكانها اكس اكس تمام طيب ثالث حالة عندنا اليوم لو الكلمة انتهت بي او او اغ دولة الثلاث حروف اش رح أسوي رح أشيلهم وأحط مكانهم او او اس او اوكي يعني حشيل اغ وأحط مكانها از تمام طيب عندهم أمثلة او اللي هو المسافر اغ دهت بل الثلاث حروف حشيلها وأحط مكانها او 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 دانس اغ راقص حتصير اون دانس 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 كوفر او اللي هو اللي يسوي اللي قصر الشعر او اون كوفرز كوفرز او تخيشار او تخيشار هتصير اين تخي شاز اين تخي شاز تمام معناها اللي هو غشاش طيب إذن تاتي الكلمة بي اغ رح أشيلها وأحط مكانها از طيب ناخد الحالة التاسعة تقريبا تشبه الحالة الثامنة لازم نعرف الفرق بينها هنا لو لاحظنا تلات حروف اللي هي اغ لكن في الحالة التاسعة رح تصير تغ نفس التلات حروف اللي كانت فوق لكن هنا في قبلها ت فلازم ننتبه للكلمة إذا في ت قبل التلات حروف يعني صارت النهاية تغ ديريكترس 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 سائق حتصير كون ديكترس كون ديكترس كمان انتهت بالتر رح تصير هنا لما أجي أحوالها فهم هنا مؤنث رح تصير تخيس 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 اغ تغ اوكي رح تصير تخيس 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 صارت تخيس شلنا التغ وحطينا مكانها تخيس موتغ اللي هو المحرك موتغ هتصير موتخيس موتخيس observator observator اللي هو المراقب رح تصير observatrice 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 اوكي اما الحالة اللي اول اذا انتهت بأغ حينما لاحظنا ما في قبل هاته بس أغ رح تصير us تمام لازم نركز بين دول الحالتين طيب عندنا كلمات استثناء عندنا تلات كلمات استثناء هم الوحيدين التلاتة اللي استثناء احنا قلنا لو انتهت الكلمة بتغ رح نخليها تخيص ما هذا دولة تلات كلمات انتهت بتغ اشتغ اللي هو اللي اشتري لكن لما نيجي نحولها لمؤنث ما رح نخليها تخيص رح نخليها زي الاولى اللي قبلها اللي كأنها انتهت بأغ رح نعاملها معاملة انه هي انتهت بأغ حتى بس رح ناخد التلات حروف أغ رح تصير إذن دولة تلات كلمات رح نعاملها بمعاملة مو دي الحالة اللي تنتهي بأغ رح نعاملها بمعاملة الحالة اللي تنتهي بأغ دي ونشيل التلات حروف ونحط مكانها الاربع حروف دي اللي هي is اوكي طيب نيجي نعرف اش هي التلات كلمات دي اول كلمة اللي هي اشتغ اشتز شونتغ اللي يغني شونتز اللي تغني مونتغ اللي هو الكذاب مونتز الكذابة اوكي اذا دولة تلات كلمات لازم ننتبه عليها لاننا رح نعاملها معاملة الارغ وليس التغ طيب نيجي عند اخر حالة واسهل حالة اللي هو لو الكلمة المذكرة انتهت بحرفها الاف فاحنا رح نشيل الاف ونحط مكانها v o اوكي زي عندنا نايف نايف اللي هو ساذج نتاتب اف عشان احاولها مؤنثة واقول ساذجة رح اشيل الاف واحط مكانها v o رح تصير اون نايف اون نايف نف جديد حتصير نف لازم ننطق 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 الاف وننطق الاف اوكي نف نو اكتيف اللي هو اكتيف يعني نشيط اكتيف نشيطة اكتيف 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 عدواني وعدوانية اكتيف اكتيف كرياتيف مبدع و كرياتيف مبدع اوكي كرياتيف اذا دي اخر حالة عندنا لليوم بكذا نكون جمعنا الى الان عشر حالات للتحويل من المذكر الى المؤنث نراجعهم بصورة سريعة هنا اول حالة طبعا انتو قبل اي شي لازم تنتبهوا لنهاية الكلمة يعني مثلا نبدأ بهنا نبدأ بتاني كلمة كناديا لازم اشوف نهاية الكلمة دي الكلمة تنتهي به الو ان طيب انا اخدت قاعدة على الو ان لما تنتهي بو ان فانا رح ادبل الان واحط كمان هتصير اون كناديا اكي دبلت الان حطيت او طيب دي نهاية الكلمة تنتهي به الو ان طيب انا اخدت قاعدة على الو ان اني انا كمان برضو ادبل الان واحط او في النهاية اوكي لازم ننتبه قبل ما نحل نشوف النهايات هل من النهايات اللي اخدناها هل من النهايات اللي لازم فيها تغيير اوكي هنا شامبيون شامبيون ناتشوغيل انتهت بالو ال اذا انا اخد قاعدة اللي تنتهي بالو ال راح اضيف ال تانية و او هتصير ناتشوغيل قاعدة اليوم انتهت بالو اغ طب اش راح اصوي راح اشيله الو اغ واحط مكانها او اكسون غاف اغ او كوزينيار جالو انتهت بالو اكس فانا اخد قاعدة اذا انتهت بالو اكس فانا راح اشيلها واحط مكانها او اس او جالوز دونسوغ انتهت بالو اغ اخد قاعدة اذا انتهت بالو اغ فرح اخليها اوز دونسوز طيب هنا ديريكتر اخد قاعدة اذا انتهت بالتر فانا راح اخليها تخيس اين ديريكترس ما عدت طبعا الثلاث كلمات اللي اخدناها لازم نحفظها انتهت بالو اغ لكن احنا راح نعملها معاملة الو اغ طيب اخر حالة كمان اخدناها اذا انتهت الكلمة بالف فانا راح اشيل الاف فاحط مكانها في او اكتيف اكتيف لما احولها الى المؤنث بالاضافة الى الحالات التانية اللي اخدناها اللي زي بخانس بخانسس اللي اضيف لها يعني اشياء تانية الاستثناءات اوكي زي فيولة فيولت اللون البنفسجي اللي انتهى بالو ت اضفنا ت تانية و او فدي كمان عبارة عن استثناءات نركز على الاستثناءات شوية تمام طيب اذا ما لقينا اي حالة من دي الحالات فاحنا ايش راح نسوي عشان نحول من مذكر الى مؤنث راح نضيف بس في النهاية اللي هو حرف الو زي هنا انيمي عدو هتصير انيمي نفس الشي بس اضفنا او في النهاية عشان تتحول الى مؤنث تمام ان شاء الله يكون درس اليوم سهل وخفيف وباذن الله راح نكمل اخر جزئية من الصفات والتحويل من المذكر الى مؤنث في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة